حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاوس سمي بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتحجد قال اللهم لك الهمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الهمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الهمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك الحق وقولك الهق والجنة هق والنار هق والنبيون هق ومحمد صلى الله عليه وسلم هق والساعة هق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم من سمعه من تاووس عن ابن أباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم got up at night to offer the tahajid prayer he used it to say اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الهمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الهمد أنت نور السماوات والأرض ولك الهمد أنت الهق ووعدك الحق ولقاءك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساءة حق اللهم أسلمت وبك آمنت وأليك توكلت وإليك أنبت وبك خاسمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك Oh Allah All the praises are for you You are the holder of the heavens and the earth and whatever is in them All the praises are for you You have the possession of the heavens and the earth and whatever is in them All the praises are for you You are the light of the heavens and the earth and all the praises are for you You are the king of the heavens and the earth and all the praises are for you You are the truth and your promise is truth And to meet you is true Your word is the truth and paradise is true And hell is true and all the prophets Peace be upon them are true And Muhammad صلى الله عليه وسلم is true And the day of resurrection is true Oh Allah I surrender my will to you I believe in you and depend on you and repent to you And with your help I argue with my opponents the non-believers And I take you as a judge to judge between us Please forgive me my previous and future sins And whatever I concealed or revealed And you are the one who makes some people forward and some backward Indeed there is none to be worshipped but you Sufyan said that There is neither might nor power except with Allah